السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درس جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كله جديد نتكلم في هذا الفيديو عن الأم لدينا فقرتين في هذا الفيديو في الفقرة الأولى يكون عندنا حوار أو محادثة بين الأب والابن والفقرة الثانية نكتب بعض العبارات التي تتعلق بالأم تابع معنا لنهاية الفيديو هناك الكثير من المعلومات والمفردات والعبارات التي تفيدنا في تطوير من لغتنا الإنجليزية mother إذن الأم son الإبن father الأب إذن في عندنا حوار بين الأب والابن is it true that love of mother is nobler and finer than any other love هل صحيح؟ إذن نحفظها is it true هل صحيح؟ that أن love of mother يعني حب الأم is nobler أنبل and finer وأسمى than من any other love من أي حب آخر لاحظ er أيضا عندنا er بعدها بيكون عندنا than nobler and finer than مثل عندنا tall طويل taller أطول taller than أطول من إذن عندنا هذه الصفات المقارنة نستخدم er يكون بعدها حرفة جر than is it true that love of mother is nobler and finer than any other love that's right إذن ذاك صحيح يعني that is right that's right son يا بني إذن يا ولد يا بني لكن باللغة الإنجليزية ليست لديهم يا ندا فقط يكتب son يا بني it is noble fine love because it is constant ذاك صحيح يا بني it is a noble fine love إنه حب سامن ونبيل because it is لأنه يكون مستمر constant مستمر that's right son it is a noble fine love because it is constant is love is love of father changeable يعني هل حب الأب متغير changeable متغير من كلمة change يغير أو يبدل changeable متغير no but love love of mother is more tender tender عراق عراق is love of father changeable no but love of mother is more tender shall i go to heaven if i love mom هل سأدخل يعني هل سأذهب هل سأدخل إلى الجنة إذا أحببت أمي shall i go to heaven if i love mom god will love you if you love both mom and dad سيحبك الله إذا أحببت كلا أباك وأمك shall i go to heaven if i love mom god will love you if you love both mom and dad time can do everything but it can't make me forget your milk mom لاحظة بدأ من عند الفعل يمكن أن يفعل الزمن كل شي but لكن it التعود على الزمن it can't make إنه لا يستطيع أن يجعلني make me يصنعني لا أقول يصنعني يجعلني forget أن 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 حليبك حليبك مام يا ماما but it can't لا يستطيع أن يجعلني أن أن سنعني حليبك يا ماما time time can do everything but it can't make me forget your milk مام لاحظ نعرف time it يجب أن نضيف إذا كان مفرد يجب أن نضيف s نفرض الغاب لكن عندنا can فعل ناقص model verb عند إذن لا نحتاج time can do أيضا can't هي اختصار لي can not نختصرها نحذف ال-n-o نضع بدلة عنها apostrophe بعد هتي لاحظ make me forget your milk مام إذا نضع فاصلة أيضا كما قلنا لا يوجد أداة نداء فقط نكتب مام يعني يا ماما أو يا أمي to talk about mother would be to talk about true love يعني to talk التحدث أو لتتحدث about mother عن الأم لتتكلم عن الأم would be يعني أو يكون يعني to talk about لتحدث أو تتحدث عن true love عن الحب الحقيقي إذن التحدث عن الأم يعني التحدث عن الحب الحقيقي to talk about mother would be to talk about true love as a matter of fact genuine love is essential to life في الواقع أو في الحقيقة as a matter of fact إذن في الواقع في الواقع أو الحق ممكن نقول in fact genuine love يعني الحب الحقيقي is يكون essential أساسي ضروري جوهري نحفظها essential ضروري جوهري كما قلنا to life جوهري للحياة إذن والحق بأن الحب الحقيقي الصادق هو جوهري للحياة الحياة as a matter of fact genuine love is essential to life in this sense mother is the spring of this true love في هذا الصياغ أو في هذا المعنى نحفظها في هذا الصياغ أو في هذا المعنى mother الأم is هي أو تكون the spring ينبوع of this true love هذا الحب الصادق أو الحب الحقيقي في هذا المعنى mother is the spring of this true love mother isn't only a spring of purity sincerity sweetness and splendor but she is also the rude to beautiful paradise mother isn't يعني الأم ليست فقط spring ينبوع of ينبوع لي purity النقاء sincerity الصفاء sweetness العذوبة and splendor الروعة والصدق نحفظ purity نقاء سنسوريتي صفاء والصدق sweetness العذوبة splendor روعة but لكنها أيضا الطريق لفردوس أو جنة جميلة it is the ideal cure to get rid of depression إنه العلاج الأمثل أو النموذجي to get rid of للتخلص من depression الكآبة if we hold in our hearts our love for our mothers throughout the years we feel that we possess the greatest defensive force for confronting threats obstacles and difficulties يعني إذا حملنا في قلوبنا حبنا لأمهاتنا throughout عبر the years السنين we feel نشعر that we نحن أو بأننا possess نملك the greatest defensive force يعني القوة الدفاعية الأكبر for لي confronting لمواجهة threats التهديدات obstacles العقبات and و difficulties الصعاب أو الشداد if we hold in our hearts our love for our mothers throughout the years we feel that we possess the greatest defensive force for confronting threats obstacles and difficulties this feeling this feeling gives one eternal joy يعني هذا الشعور gives يعطي أو يمنح one المرة سعادة أبدية أو بهجة أبدية this feeling gives one eternal joy بهذا الشكل نهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن الأم ودورها في حياتنا تعلمنا فيه بعض العبارات والجمل أتمنى قدمت شيء للفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته